في مثل هذا اليوم الثاني عشر من مايو عام الف وتسعمائة وواحد وخمسين في تمام الساعة السابعة مساء انطلق البث الأول الرسمي لإذاعة دولة الكويت وكانت البداية من أحدى غرف الأمن العام في قصر نايف يسجل تاريخ الكويت أن المبادرة كانت من العامل على جهاز الاتصال الأسلكي في الجيش والذي أصبح المذيع الأول في الإذاعة المرحوم مبارك الميال حينما استغنت إدارة الداخلية والدفاع عن جهاز لاسلكي بقوة نصف كيلو واط بجهاز أقوى منه فاقترح الميال الاستفادة من الجهاز لإنشاء إذاعة مسموعة تغطي محيط مدينة الكويت وما حولها حدث كان له الدور في ربط فرجان الكويت بأحيائها وتنوير الرأي العام ونشر الثقافة وتبادل المعارف وتعزيز التفاهم بين الأطراف ورفع الذائقة الفنية يذكر أن أول الأغاني المسموعة على إذاعة دولة الكويت في انطلاقته الرسمية تعود للمطرب محمد عبد الرزاق الكويتي رغم تطور وسائل الإعلام وظهور الجهزة الحديثة إلا أن الإذاعة تبقى الوسيلة الأكثر انتشاراً لما تتميز به من انتشار واسع في تغطية المناطق النائية وقدرة الجميع على اقتناء جهزة الراديو ويبرز دور الإذاعة لا سيما وقت الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية إذاعة دولة الكويت منذ انطلاقتها الأولى في بداية خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم هو صوت التنوير الثقافي ونصير للحق لا يختفي صداه في الأثير ولا يمحى من ذاكرة الأيام اشتركوا في القناة